ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل إلى مصر على رأس وفد من قيادة الحركة وأوضح بيان صادر عن حماس أن الزيارة تأتي بهدف إجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والبهود المذولة لوقف العدوان تعد هذه الزيارة هي الثانية للحركة إلى القاهرة في أقل من شهر حيث وصل وفد من الحركة في الثامن من فبراير الجاري برئاسة نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية في جولة من المفاوضات بهدف التهدئة في القطاع وذلك تحت رعاية مصرية قطرية ترجمة نانسي قنقر